طائرة أفاضت كأس الصبر وأضافت سبباً لسكان سبها للتظاهر ورفض الوضع المعيشي الذي يعيشونه وآخر ما جعل هذه الأصوات تعلو وتتزايد هو منع ميليشيات حفتر هبوط طائرة الخطوط الإفريقية في مطار سبها وإقفال المطار بعد أيام من إعادة فتحه والفرح به من قاطنين جنوب لما سيخففه عنهم من معاناة مؤسسات المجتمع المدني وبعض المثقفين استنكارهم ذهب إلى أبعد من قفل المطار ومنع الطائرة من الهبوط فقد رفضوا حجة ميليشيات حفتر بأن القادمين في الطائرات بين طرابلس وسبها إرهابيون كما طالب محتاجون من أمام مقر المجلس البلدي سبها بفصل السلطات العسكرية عن الأمور الخدمية ونقل السلطة التنفيذية للمجلس وصحبها من ميليشيات حفتر التي عجزت عن تلبية احتياجات المواطنين وأظهرت أنها السبب في تفاقم الأزمات نؤكد على سحب لجنة الوقود من المؤسسة العسكرية وإعادتها إلى المجلس البلدي سبها ويتم تدفق الوقود إلى مستودع سبها النفطي وإيقاف الشركات النفطية العاملة مؤقتا لتتولى شركة البريغا حل هذه المشكلة حلا جدريا الاحتجاجات لأجل إعادة خدمات الطيران لمدينة سبها جاءت بعد فقدان سكان المدينة لعدة خدمات أساسية وارتفاع أسعار المحلوقات بعشرات أضعاف سعره الأساسي حرمنا من الكهرباء وقلنا لعلها أسباب خرج على الإرادة قطعت علينا الماء بعدم الكهرباء وقلنا لعل الله يجعل بعد ذلك أمر ونعود الآن إلى الطيران لا أريد أن أتكلم عن الحديث عن الوقود الذي صار بخمسة دينار وسبعة دينار وثلاثة دينار لتر للمواطن احتجاجات المواطنين سبقها رفض لتكتل فزان النيابي ومدير مطار سبها وكذلك من قبل شركات الطيران لمنع الطيران من الهبوط مباشرة في مطار سبها وإجباره على التوجه إلى مطار بنينة أولا فهل تلقى مطالب المواطنين أذانا صماء كبيانات أعضاء النواب والمختصين التي سبقتهم